أشهد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحة حضرة مؤتن من بعباد بجهود أعضاء اللجنة الإشرافية في تنظيم وإنجاح الحفل الخطابي والتكريم إلى أوائل طلاب وطالبات الثانوية العامة على مستوى المحافظة والجمهورية وعبر بعباد عن ارتياع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلا بالأستاذ مبقود مبارك بن ماضي وتواصله شخصيا عقب الحفل ما تمت عرضه في الفقرات المتنوعة والإبداعية التي ظهر بصورة مشرفة ومشرقة لتريق بمكانة التربية وتناول اللقاء الذي حضره نائب المدير رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب الوزارة علوي الحامد مداخلات من قبل المجتمعين تركزت في مجملها على تعزيز الإيجابيات التي رافقت عملية التخطيط والتنظيم لهذا الحفل والوقوف ماما لإشكالات البسيطة